اشتركوا في القناة وهي ألغت حوالي 32 مادة من مواد دستور 2012 المعطل وأدخل التعديلات على العديد من مواده مع الإبقاء على عدد أخر من المواد زي المادة التانية والمادة التالتة هنتكلم عن بالتفصيل المادة التانية والمادة التالتة والتعديلات اللي تمت على دستور 2012 المعطل مع ضفنا اللي مشرفنا أستاذ صلاحة التحاوي أستاذ القانون الدولي سبعا خيري لك الأول خلينا نبتدي مبدئيا ونقول حضرتك قرارتك إيه حوالي التعديلات الدستورية اللي قامت بيها لجنة العشرة حتى اللحظة وهل الدستور 2012 المعطل بعد التعديلات دي هيعتبر دستور جديد ولا إحنا فعليا كنا محتاجين دستور جديد زي ما الكثير من القوى نالت بالفعل أولا أحب أن أشيد بالحرفية التي اتعاملت بها لجنة العشرة كونها لجنة قانونية بحتة سواء من فقهاء القانون الدستوري من الجامعات أو من خلال مستشاري المحكمة الدستورية العلية أو القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة بالفعل كما تفضلت حدثك هو بالنسبة التي تقوم به اللجنة هي ملتزمة بخارطة الطريق التي اتفقت عليها جميع القوى السياسية والتي على هديها صدر البيان للفريق أول عبدالفتاح السيسي يوم ثلاثة سبعة بعد مظاهرات العارمة التي نهزت السلسين مليون جابت ميادين مصر جميعها على أن يتم تعديل بعض المواد المختلف عليها في دستور 2012 وبالفعل صدر هذا البيان وكان من بينه أيضا اختيار رئيس المحكمة الدستورية العلية كرئيس مؤقت للبلاد ومن حقه إصدار إعلانات دستورية بالفعل أصدر الرئيس المؤقت للبلاد المصر عدل منصور العلان الدستوري الذي تضمن عدة مواد من بين مواد المادة الثامنة والعشرين هو اختيار لجنة العشرة من الفقهاء الدستوريين وأسادة الجامعات واختيار لجنة الخمسين تقوم اللجنة مكونة من عشرة من أساتذة القانون والقضاء بدراسة جميع مواد الدستور المعطل التي بالغ عددها 236 مادة وأن ترتقي ما هو متوافق ومتساجم مع بعضه البعض وما هو مخالف وما اتفق عليه وما تم الاختلاف عليه مما أدى الانسحاب البعض على دستور 2012 قبل الاستفتاء عليه مما أحدث ضجيجا وأيضا بعض المواقف القانونية والاحتجاجات داخل البلاد انتهت اللجنة بالفعل كما تفضلت حضرتك بتعديل أو بـ 32 مادة وأيضا أضافت بعض الفقرات لبعض المواد الموجودة سواء بالحسف أو بالتعديل وبالإضافة ثم سلمت هذه المسودة إلى رئيس الجمهورية لكي يقوم بعرضها على لجنة الخمسين على أن تشترك أعضاء لجنة العشرة جميعهم مع لجنة الخمسين دون أن يكون لهم حق في التصويت يعني باعتبارهم أنهم هم القانونيين هم الدستوريين هم الأقدر على عمل هذه التعديلات ولكن بالتزاما بخارطة الطريق لجنة الخمسين هتمثل كثير من القوى السياسية أيضا النقابات والمرأة والشباب كما هو نص عليه في الفقرة الثانية من المدى 28 دون أن يكون للجنة العشرة صوت أو تصويت في الموافقة بالتعديل أو بالحسف أو بالإضافة في المواد التي قامت بتعديلها أو المواد التي ترتقيها لجنة الخمسين الإضافة أو الحسف بس البعض انتقد قل التمثيل للمرأة في اللجان هو بالفعل لجنة الخمسين عموما كخمسين عضو في هذه اللجنة هي قليلة لا تمثل كل أطياف المجتمع ولذلك أنا ارتقيت في بعض الروأة القانونية أننا نكتفي بلجنة العشرة فقط لكي يقوموا بتعديل هذه المواد المختلف عليها ثم طرحها للشعب للسفتاء عام والكلمة الأخيرة للشعب لأنه طبعا هو فيه في الفقرة الثانية من المدى 28 من الإعلان الدستوري أنه لا تقل لنسبة عشرة من الخمسين من النساء والمرأة من النساء والشباب في لجنة الخمسين ولكن أرى أن وجود لجنة العشرة مع لجنة الخمسين حتى على الرغم أن ليس لهم تحق التصويت في الإبقاء أو إلغاء بالحسفة أو الإضافة على هذه المواد أو المواد الأخرى التي قد تراها لجنة الخمسين أن تلغى أو تعدل بالزيادة أو بالحسف هيكون لها لحد ما التزام بخريطة طريق لمدة الشهر ثم عرضها على الشعب للسفتاء وكما قلت الكلمة الأولى والأخيرة في الاستفتاء طيب دكتور صلاح فيه جدل حوالين أنه هل إحنا كنا محتاجين دستور جديد مواده قليلة ولا الدستور المعطل بعد تعديله يعتبر دستور جديد في حد ذاته لأنه كمية المواد المعدلة والملغاء كبيرة جدا ما تقولش أنه يعتبر نفس الدستور حالك بتشوف ده إزاي وهل التعديلات أفضل من دستور جديد من أول السطر أولا قراءة في نصوص الدستور بشكل موضوعي دون تعصب أو تحيز لمن الذي قام بعمل هذا الدستور وكيف تم عمله خاصة أنا تواجدت في المشهد السياسي أثناء عمل هذا الدستور لم أكن مشارك فيه بأي حال من الأحوال ولا أن تمل أي طيار وقد دائما أتحدث حديث القانون لو تولينا 236 مادة اللي في الدستور المعطل هنلاقي أنه نصه أو أكثر من نصه جاي من دستور 71 لأن كثير من القوى السياسية كانت بالطالب بعد صورة 25 يناير بالإبقاء على دستور 71 مع إضافة بعض التعديلات بالحسبة خاصة بمواد التوريس والبعض الآخر طالب أنه يبقى دستور 71 قبل التعديلات النسكة بالفعل لو وصلنا لدستور 71 قبل التعديلات هو دستور 71 لو حزفنا منه المواد المختلفة عليها خاصة بالتوريس وبالتالي في دستور 2012 تم نقل كثير جدا منه من دستور 71 تم إضافات بعض المواد كبيرة طبعا كنا بحاجة إليها كثير جدا من المواد في الدستور المعطل طالب بها الشعب المصري عبر سنوات عديد ما تمتش ولكن تم زي مثلا عند حضرتك بالنسبة لأشقاء المصريين المسيحيين بالنسبة لدور العبادة كثير جدا كان موجود في أدراج مجلس الشعب والشورى قبل الثورة 25 يناير قانون دور العبادة الموحد بالطبع لم يناقش هذا القانون ولكن عندما يأتي نص دستوري يتحدث عن حقية جميع أصحاب الديانات في دور العبادة الموحد سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين أو اليهود هذا نص دستوري فيجب أن يكون في أول مجلس الشعب قادم أن يتم سن تشريع لكي يتواءم مع النص الدستوري طب أنا هديف على كما هكذا أنا هأقرأ النصين وأن المادة التانية الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والمادة التالتة تؤكد على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الرحل نعم أولا يجب أن أفرق ما بين النصين نص المادة التانية والمادة التالتة بالنسبة للمادة التانية الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في مصر هذا النص يخاطب به المجلس التشريعي مجلس الشعب يجب أن يتوخى مجلس الشعب القادم أن تكون جميع النصوص التشريعية الصادرة عنه مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية وليست مخالفة لها وإلا طعن عليها بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وتم إلغاها هذا جميع النصوص التشريعية في سؤال كل الناس ستسألوه في البيت دلوقتي بالنسبة للمادة المفسرة المشهورة 219 إيه موقعها في التعديلات بالنسبة للتعديل أو الإلغاء بالفعل أنا أرى أنها تم إلغاء المادة 219 لأسباب قانونية بحتها أولا لا يوجد بأي حال من حول في جميع الدستور في العالم أن يكون هناك نص دستوري يفسر نص دستوري أخ ثانيا أنا عندما أبكي على هذا النص بتغل يد القضاء عن الرقابة على دستورية القوانين واللواح لأن هذا النص يفسره والتفسير يعود إلى هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وبالتالي هنا فيه غل ليد المحكمة الدستورية العليا والقضاء بشكل نعام على الرقابة على دستورية القوانين واللواح يبقى إذن في الحالتين أنا عندي هنا ثم إن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريح في مصر كما كان في دستور 71 وتم نقلب الحرف الواحد في دستور المعطل ويتم الإبقاء عليه في الدستور ما بعد التعديل لو لاحزنا كقانونيين الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي ألغت نصوص وفقرات قوانين كثيرة طيلة عادها السابق نجد أن كثير من هذه الأحكام قضب بعدم دستورية نصوص ولواح لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور المصري 71 المبقى عليه في دستور المعطل والحالي أيضا وبعد التعديل باعتبارها أنها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيس للتشريح في مصر هل ده ممكن يعيدنا إلى دوامة ما قبل 25 يناير أن نحن يطلع عندنا قوانين ويتحكم بعدم دستوريتها ونخش في دوامة الطعنة بعدم الدستورية ونقعد فترات طويلة نعمل قوانين والطعن بعد كده بعدم دستوريتها خصوصا أنا فهمت من التعديلات أنه تم إلغاء اللقابة السابقة وتم الرجوع للوضع الأولاني أنه الرقابة لاحقة فهل ده ممكن يعيدنا لدوامة الطعنة بعدم الدستورية وارد طبعا بنسبة كبيرة وهذا هو أدور المحكمة الدستورية العليا ولكن ولا هل ده ممكن يحدد نحن نرجح هذا القانون المرفعات المدنية والتجارية بحديد هذه المسألة كنص تشريعي كيفية الطعن على مواد قانون أو نصوص أو لوائح بعدم الدستورية هنا في هذه الحالة أن المشرع أعطى ثلاث حالات على سبيل الحصر لا يجوز القياس عليها أولا هو الدفع أمام القضاء أي دفاع المتهم في قضية جنائية أو الدفاع المدعي أو المدعي عليه في قضايا مدنية عندما يرى من وجهة نظريه القانونية أن هذا النص أو هذه الفقرة مخالفة للدستور بشكل عام في أي نادة من مواد الدستور سواء الشراء الإسلامية أو بعض المواد الأخرى فيدفع هذا الدفع أمام القضاء فإذا ارتأت المحكمة ورأت جدية هذا الدفع وأنه له من القانونية والصحة تقوم بالفعل بامهال المدعي الطاعن مدة ثلاثة شهور لرفع الدعوة الدستورية من محكمة الدستورية العليا هذه حالة الحالة الثانية إذا مرتأى القاضي نفسه سواء القاضي الجنائي أو القاضي المدني أو قضاء المجلس الدولة أن هناك نص في مادة أو فقرة غير دستورية غير مطابقة لأحد مواد الدستور عليه أن يحيل هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا ويوقف نظر الدعوة المسهلة أمامه المحكمة الدستورية العليا وهي الحالة السالسة إذا مرتأت أثناء نظر دعوة دستورية أمامها طعنا على فقرة أو نص في مادة بعدم الدستورية أن هناك نص آخر أو فقرة أخرى تتصدى لها من تلقاء نفسها وفي هذه الحالة أنا أجد أن نص قانون المرفعات المدينة هو الذي يحسم هذه المسألة والموضوع ليس مفتوحا على غاربه ولكن تعديل أنا أسأل ده لسبب لأنه كان عندنا بعض دستورية قوانين كتير جدا فيما قبل 25 يناير فهل أنه ده تم مراعاة ده بحيث أنه ما يبقاش عندنا تناقضات توصل للنقطة دي أولا للنص القانون مرفعات كما هو لم يعدل ولكن في إقافة أما أكلم في مراعاة بقى المواد الدستورية أنا وجدت كمان شيء جديد بالنسبة للتعديلات اللي وضعتها لاجنة العشرة على هذا الدستور المعط دستورة 2012 أنه أعطت لأفراد بعض أفراد من الناس يزدادوا عن 20 ألف من أفراد المجتمع أن يتقدموا إلى مجلس الشعب بطالب الاستفتاء على تعديل مادة أو اتنين من مواد الدستور لا أرجوح الشحر الجزئية يعني التعديل برضو من الحاجات المقترحة من لجنة العشرة أنه إذا تقدم عدد معين من أفراد الشعب يزيد عن 20 ألف فرد إلى مجلس الشعب بطالب تعديل بطالب الاستفتاء على مادة أو اتنين أو أكثر من مواد الدستور فعلى مجلس الشعب أن يستجيب بعد الدراسة المتأنية لهذه المادة أو المواد ثم يعرضها على الشعب الاستفتاء فأنا أرى أن هذا التعديل أو هذه الفقرة أو هذا النص إلى حد ما دخلنا في دوامة كبيرة جدا من الحين والآخر من إلغاء مواد في الدستور وأنا أرى أن لجنة الخمسين لا توافق عليها لأنها تدخلنا في الدوامة لحدك تحدثت عنها دلوقتي أنه أنا كنت أتكلم على تقييد الدفع أو كيفية الملغاء مادة أو اتنين لمخالفتها لأحد وصوص المواد الدستور هذا يبقى الاستثناء ليس القادة مع أنه ده مطبق في بعض الديمقراطيات العتيقة والقوية مثلا نزعات المتحدة زي إنجلترا ولكن أنا أرى أن هذه النص هذه الفقرة وظيفة لا يجب الأخذ بها بأي حال من الأحوال لأن تفتح الباب على مسرعيه لتغيير كثير من المواد الدستور والمعروف كمان أن المواد الدستور هي مبادئ عامة وذلك أنا ضد التفسيرات الكثيرة للنص طب ما هذا بيعدنا للسؤال الأولين ألم يكن أقدر أن نعمل دستور بمواد قليلة زي ما الكثير من الخبراء نصحوا أو حتى يتخذ المواد الرئيسية المطلوبة من دستور 2012 وتتحول إلى دستور مصغر والله أنا يمكن هذا رأي وجيه وسديد لأن طبعا الدستور هو الوجهة الخاصة بمصر لدى جميع الدول العالم وفي نفس الوقت هي مبادئ عامة بصدق أنه في دول ما عنداش يعني الديمقراطية العديقة في إنجلترا ما عندهمش ما مشين بالأعراف الدستورية فهي مبادئ بنمشي عليها فليه نوسع على نفسنا والله أنا في هذه المسألة يحكمني اجتماع الاجتماع الذي تم مع الفريق أول عفتاح السيس اجتماع القوى السياسية واتفاقها جميعا على عمل تعديل لبعض المواد المختلف عليها في دستور 2012 236 مادة فهذا الرأي وجيه وقانوني ودستوري وصحيح ويخرجنا من النعون بس التعديل يجوز أنه ممكن يلغي 2235 يعني ممكن يلغي 240 مادة ويبقى الخمستاشر المفيدين يعني التعديل يشمل ولكن برضو قراءة للمشهد واستدعاء لما تم أثناء عمل دستور 2012 المعدل المعطل أن القوى السياسية التي انسحبت منها جمعية تأساسية التي كانت قائمة على عمل هذا الدستور تحدثت أبقت على 236 مادة ولكن كان الاختلاف ما بين 10 أو 20 مادة لما تناولهم للجنة 32 مادة حاليا قابلة أيضا للنقصان وقابلة للزيادة سواء بالحسب أو بالإضافة من خلال لجنة الخمسين ومن خلال العرض على السفتاء ولكن هذا هو مرتأه الشعب ممثلا في جمعية تأساسية التي قامت بعمل الدستور 2012 المعطل وعلى ضوء الاختلافات وقراءة للمشهد آنازاك بالنسبة لهذه المواد أبقت على 236 بتفسيراتها فهذا يرجع للجمعية التأساسية وأيضا يرجع للاتفاق القوى السياسية على هذه المسألة هو ممونة فندم الخبراء قاله أنه يعني الخلافات في القوانين وفي التفاصيل مكانها البرلمانات وليس الدستور المفترض أنه يبقى المتفق عليه من الجميع بدأ عامل طيب في بعض المواد تم نشرها وتدولها من خلال الصحف ومنها أنه تم في المشروع الجديد للدستور ووضع مجلس الشورى بعد إلغاءه حيث نص على أن ينقل موظفه المجلس إلى مجلس الشعب هذه الحالة هو تم إلغاء مجلس الشورى وأنا يمكن كنت تحدثت عن هذه المسألة من خلال الإعلان الدستوري الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس عدل منصورة رئيس مؤقت البلال عندما تحدث في المدى 28 وبعد الانتهاء من عمل اللجنة وعمل لجنة الخمسين أن يطرح هذا التعديل الاستفتاء ثم انتخابات مجلس نواب ولما تحدث عن انتخابات برلمانية بغرفتيه شعب وشورى أو نواب وشورى وبالفعل هذه القراءة ولسه في كلام على الفردي ولا القيمة لكن هنا بالنسبة للمسألة إلغاء مجلس الشورى أنا ضد إلغاء مجلس الشورى بأي حال من الأحوال إن كان مجلس الشورى كان أسيئة استخدامه يعني هو في الأول ولا في الأخر موجود في الدول التحادية واللي فيها ولايات يعني إحنا محناش في الحالة اللي معمول فيها لا ما هو فيه فرق يعني إحنا مكلم في دستور 71 إحنا عملنا لو عمل أنور السادات راح الأنور السادات كان فيه مجلس الشعب ومجلس الشورى استمرين في هذا الوضع ولكن أسيئة استخدام مجلس الشورى إن هنا فيه نقطة لو برضو حدك قريت الاختصاصات الرئيس الجمهورية التي قامت بتعديلها اللجنة العشرة بحرفية شديدة حدت من هذه الاختصاصات وجعلت الشرائم أنها جاءت للاسف في الوقت مش هيكافة ناخد كل الجزيات دي لو هك قلتلي أنها وصلت لحوالي 30% بعد ما كانت السلطات الرسمية أيام الرئيس 60% و70% آخر تعليق بسيط حضرتك مع الانتخابات بالنظام الفردي ولا بالقائمة مع النظام الفردي لأن أنا بكلم عن بعض اللي بيقول لا نحن نرجع للقائمة ولا الفردي والفردي يكون صاحب رؤس المال أكثر في الدعاءة الانتخابية عاز أقول أني برضو أنا بكلم على الدستور أنا بعمله بشكل صح وبشكل قانوني ومن خلال استفتاء لكي يستمر معي عدة سنوات عشرة 50 سنة أو 60 سنة وبالتالي وأيضا بخلاف أن بعد صورة 25 يناير أصبح الشعب المصري كله في وعي سياسي كامل ويعلم القاسم من الداني ويعلم الصحيح من غير السهل والطالح وبالتالي فأن النظام الفردي يعطي للشباب ويعطي للمرأة أيضا أكثر من انتخاب نظام القوائم لحقية في الترشح ولحقية في الحصول على أسواق دكتور صلاح التحاوي أستاذ القانون الدولي بشكر حضرتك جدا يا فنة مع علاقة التوضيح نورتنا مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا أعتقد في كل الأحوال بقى عن نعمل الدستور بأي شكل هنعمله بيه في الأول ولا في الآخر دلوقتي أعتقد كل مواطن مصري عارف قيمة صوت وعارف قيمة هو هيختار من الفترة اللي جاية لأنه اللي حصل في الفترة اللي فاتت أعتقد أنه مستحيل يتكرر بأي حال من الأحوال بعد اللي احنا شفناه وبعد التجارب اللي خلت ناس شعرها بيض من اللي بيحصل في البلد فقرتنا في نارك سعيد مستمرة بعد الفاصل على طول تباون